كاثي بعد ما شفنا هذه التغطية من زمنائنا في الميدان رح ننتقل لاستضافتنا التالية ورح تحدث عن عالم الفن التشكيلي تحديدا لما نتحدث عن الفن وخصوصا اليوم فن ولد في كورونا يعني تحديدا في جائحة كورونا ويعكس فعليا موهبة وشغف عالي من خلال فنان عمر طباخة فنان تشكيلي اليوم رح نتعرف عليه أكثر مع بعض عن لوحاته وعن يعني كيف بدأت هذه المسيرة المستمرة ودائما حليفها النجاح صباح الخير صباح الخير براهن صباح خير كافي كيفك عمر أهلا وسهلا فيك شوف هي كورونا يعني أجرت على العالم يعني كانت سيفدوا حدين زي ما بحكوا في كتير ناس بيّنت مواهبهم اكتشفوا حالهم أكتر كورونا ايش عملت بعمر لحتى طلعت هذا الفن صراحة الكورونا أول ما صار الموضوع صارت هاي الدمار يعني شمل العامة العالم صراحة أنا من الناس اللي حاولت دايما أحول أي اكسبرينس أو تجربة بتكون شوي نيكتف أو سلبية لأي شيء إيجابي فبالكورونا اضطرنا كلياتنا أو أغلبنا نقعد في البيت وأنا من الناس الحمد لله اللي شغلي ضل موجود ولكن نفس الوقت طلعتني أشغل من البيت وصار عندي هاي فترة من الوقت اللي أنا ما كانش في عندي كتير شغلات أعملها فكان ضروري أني أنا أوجد أو أسقل موهبة كانت عندي منذ الصغر وحاولت أني فعلا أسقلها وبدأت بأنني أنا فعلا أحاول أرسم وألاقي طريقة أني أنا فعلا أكتسب هاي المهارة وأسقلها حتى فعلا أطلع بإيشي إيجابي من هالجو العام اللي كان صاير معنا يعني فرغت زي ما تحكي كل السلبية اللي كانت مسيطرة على الوضع من كورونا لا لوحات عكست فيها شغف بدأ معك واليوم يمكن رح نشوف مجموعة من الصور مع بعض نستعرضها عبر شاشة التلفزيون الأردني ورح نعرف أيضا عن اختيارك للألوان وهذا الفن تحديدا الفن التشكيلي ليش اخترت فن تشكيلي؟ صراحة حكيت إبراهيم أنت كلمة كتير رائعة ومهمة وحاسس هلأ مؤخرا كتير الناس عم بيحكوا عنها هي الشغف يمكن أنا الموهبة كانت عندي وأنا صغير ولكن ما سقلتها أبدا ولكن الشغف للألوان كان كتير مهم بالنسبة لي وفعلا بحس أن الألوان بتعطي عناية لبذات وراحة للنفس لما الواحد يتمتع ويلعب فيها فأنا بدأت في أخذ دورات عبر الإنترنت طورت من حالي فيها طبعا كان فيه كتير تجارب أولها ما كانت ناجحة أول لوحة إيش كانت؟ صراحة ما كانت لوحة معينة ولكن كانت خلط من الألوان هذا اللي أنا بلجت فيه لأنه أنا اخترت الفن التجريدي أو التشكيلي حتى أطلع بأعكس خيالي على اللوحة مش ضروري أنا يعني أنا ما برسم لوحات تعكس حقيقة الواقع أو يعني إذا بدي أرسم وردة أو بدي أرسم منظر طبيعي فهو بيعكس هذا المنظر ولكن أنا برسم اخترت الفن التجريدي لأنني أحاول أحط الخيال الموجود عندي للوحات معينة أو لمناظر معينة بطريقة الخاصة لأنه فيها حرية أكتر ويعني عادة أنا ما أبدأ باللوحة ما بيكون عندي نقطة معينة كيف كيف بدي اللوحة هي تطلع بشكل عشوائي فأنا خيالي بسمح لي أن أنا فعلا ألعب اللوحة وأطلع بلوحة شوي مميزة ما في حدا تاني عامل زي هاي رح نستعرض عمر مجموعة من اللوحات وتحدثنا عنها واحدة واحدة زي ما بيقولوا أول لوحة خليش فإذا تكرمتم هاي اللوحة هاي من اللوحات اللي إلها يعني معزة خاصة وهاي من اللوحات اللي أنا ما قدرت أو ما قبلت أبيحها لأنه أنا حبيت أحطها عندي في البيت بدأت بلوحة سودا وأنا باستخدم الألوان الأكريليك فكانت أسود كبداية ولكن بدايت أحط بالدوتس الألوان الأورنج وبدأت شوي شوي تتطور وظلت معي تقريبا أسبوع لحد ما أنا فعلا أنهيتها عن جد هي ما بتوحي لأي إشي معين في الدنيا يمكن الناس يطلعوا عليها يلاقوها هي مجرة أو كواكب تحب الألوان متناخذ صح وهو هذا الحلو فيها برأيي فأنت لما تطلع عليها اللوحات التجريدية واللوحات اللي أنا بعملها تطلع عليها بتحبي تظلك تفهمي وتسألي الأسئلة هاي وتشوفي شو دخل الألوان هاي ببعض ودخل الأورنج والأسوأ والأزرق نشوف الصورة اللي بعديها عمر مع بعض يعني على الهوى برضو مزيج من الألوان صحيح ويمكن عم تعبر عن ورود عم تعبر عن تفاؤل هيك بشكلة وبآخر حدثنا أكثر تمام واللوحة هاي كتير كمان من اللوحات العزيزة جدا على قلبي وكمان لأنا ما بعتها وحطيتها عندي بالبيت لأنها هي عبارة عن غاردن عبارة عن حديق ولكن أشكال الورود مش اشي بتشوفوه بالواقع يعني وحطيت كمان فيها استخدمت طبعا هاي بالفرشاي عكس الأولى كانت بالسكين أنا استخدمت اللوان الأكريليك وهون كمان حطيت استخدمت الألياف الذهبية أو الأوراق الذهبية حتى كمان تعطي هذا المزيج المختلف وتجريدي بهاي اللوحة حال تشوف اللوحة التالتة رائعة حالوين ألوان هاي بدأت فيها أنه أنا بدي لوحة لونها أزرق بدي يعطي عليها اللون الأزرق وهي بالنسبة لي أكواريوم أو حوض من الأسماك أو تحت البحار إذا بدك ولكن فيها مزيج من يعني إذا الواحد بيلاحظ فيها بتلاقي الأخطبوط على اليمين وبعد ذلك بتلاقي الأمواج وما إلى ذلك والأطياف السمكية فبتحسي أنه إذا الواحد بيدقق فيها بيلاقي هذا هذا الحوض الأسماك بدي يسرح فيها بالضبط هاي اللوحة خلينا نشوفها لا اللي قابليها رجعونا يا الدهبية الدهبي والزهر إذا ممكن طيب في لوحة هلا رح تطلع على خير وهذا هاي هاي أوكي يلا نشوفها مع بعض هاي هاي كمان من اللوحات اللي حبيت أنه يكون في كانت أول مرة أنا بتعرف على الألوان الدهبية واللي فيها بريق فحبيت كمان هي عبارة عن ورود ولكن بنفس الوقت بتلاقي فيها ورود على موجودة على التلال وبنفس الوقت السماء بدل ما تكون زرأة هي لونها فضي فيها ونص يمكن هي بتختلف نص لهبي ونص مالس ونص يعني فيه صح فممكن تطلعي هذا اللي أحب فيها أنه كل واحد بتطلع عليه من الزاوية فكافي شافتها كثبان رملية فهذا الهدف من هاي اللوحات أنك فعلا ما تلاقي مثلها وبنفس الوقت تشوف فيه يعني إشي مميز صحيح صورة اللي بعدها جميلة جدا أقدر هاتي يعني هاي الصورة رائعة عمشوف لوحة برضه مزيج غريب جدا بتحسوا يمكن من كل الصور اللي هلا إحنا شفناها الورود والطبيعة والحدائق بتعنيلي كثير أو هادي كمان من اللوحات اللي بدأت فيها وعن جد ما كان عندي أي تصور كيف ممكن تطلع ولكن على مدار خمس ستة أيام بتلاقي بحط هذا اللون بضيف هذا اللون اللوحات تجريدية كثير بدها جرأة صراحة بدها جرأة حتى عن جد تبدعي وتلاقي حالك عم تطلع بإشي مختلف عن العادة خلينا شوف اللوحة كمان هاي جميلة جدا تداخل الألوان مع بعضها البعض والمزج هاي من اللوحات اللي انطلبت مني من شخص من أستراليا كانوا بدهم يحطوا عدد مزيج من الألوان للوحة أنا عملتها من قبل وحبوا أن أعمل كوبي عنها فصراحة هادي كانت طلب أن يكون فيها هذا الكم الهائل من الألوان وهذه كمان من اللوحات اللي أنا استخدمت فيها السكين فبتلاقيني مرات بشغل بالفرشاي ولكن كمان السكين بالنسبة للي حاسة مؤخرا حاسس كتير بعنيلي أكتر حسب قوة الألوان بتستخدم إذا كانت فرشاي أو سكين لا صراحة حسب الهدف من اللوحة هل أنا بدي أطلع بمزيج خليط من الألوان ولا أنا بدي أرسم إشي دقيق شوي مثل ورود مثل يمكن في صورة شفناها الآن مع بعض فيها أشكال هندسية نوعا ما ممكن نرجع لها صغيرة حلوة كثير لفتة نظري ويمكن عم نشوفها الآن كمان صورة عم نشوف فيها جبال إذا نقدر نستعرضها مع بعض برضه مجموعة من الألوان هاي الصورة اللي موجودة معي اليوم طيب أنا نشكرك على هذه الهدية اليوم جديد رح نجدها أكيد وكثير جميلة بالعكس أنا كثير بعتز بوجودي معكم هاي اللوحة آخر اللوحات اللي أنا عملتها وهي كلياتها بالسكين وحبيت تدرجات الألوان فيها وأهم إشي أنه أنا لما أجي أعكس يعني لما هي تطلع عليها وتلاقي كلياتها أغلبها أزرع ولكن فجأة تلاقي فيها دهبي أو أسود تحسي أنه والله يعني إشي مختلف نشوفها معنا وعن جد إن شاء الله تكونوا يعني تنبسطوا فيها وتلاقولها لا أكتب لا أحنا نحطها بس إحنا نشوف لأي مكان بدنا مكان مناسب يبينها يعني بتعطيها حقها زي ما تحكي يعني عمر أنا بالنسبة لأيلي شايفها مثلا مجموعة من الجبال جبل أخضر جبل رملي جبل كل واحد زي ما حكيت بيشوف بنظره من زاوية معينة الصورة جهزت معنا اللي فيها بمجموعة من الأشكال الهندسية نوعا ما والمنتظمة يعني من صور المنتظمة نوعا ما نستعرضها مع بعض شباب يعطيكم العافية طيب هي عبارة عن لوحتين جنب بعض هاي اللوحتين شنحكي عنهم أكتب مضبوط هدول كتير مختلفين عن اللوحات اللي أنا عملتهم فيهم كتير متعبين أكتر يمكن لأنه بدك بتعمل لايرز بتعمل طبقات من الألوان لازم قبل ما تبلش بالطبقة الثانية تستنى للطبقة الأولى تنشف وبتستخدم كتير الماسكينج تيب حتى ما يصير فيه خربط بالألوان ولكن أنا بي لما بدأت بفترة الكورونا بالرسم كتير جربت وكتير حبيت أني أعرف يعني أخذ من كل بستان زهرة زي ما بيحكو وهاي كانت من التجارب اللي كانت جدا ناجحة ورائعة وأنا كتير بعتز فيها بحس أنه الأشكال الهندسية والألوان كتير بيعطوا منظر حلو حتى الواحد كمان يتطلع عليهم يعني في لوحة بس بالله يتطلعون لها آخر واحدة معلوش كلهم حلوين بصراحة بس هاي كمان كثير حلوة هيك ثلاثة من بعض لا اللي قبلها اللي قبلها كمان لا قدام امشوا العكس لأننا نشوف كمان واحدة كمان واحدة لو سمحتوا هايها نحكي عن هاي مختلفة مار سريعة هدول تر انتو شايفين أنا مش شايف هدول ترات لوحات في مرات بتعبت يعني اللوحة مش ضرورة تكون لوحة واحدة وخلاص بتحطوا تلات لوحات متناغمين مع بعض هدول من بداية من أوائل اللوحات اللي أنا بدأت أستخدم فيهم السكين واستخدمت كمان مش ألوان فقط الأكريليك ولكن فيه ميديمز أو فيه وسائل بتستخدموها نعم بيجمدوا اللون وبيصير فيه له منظر ثري دي يعني أنا صراحة لوحة قد ما انتو حبيتوها أنا كنتم مبسوط ولكن إذا بتطلعوا عليها من الجنب بيعطي لها طابع ثري دي كادروا تشوفوا الأول الورود بارزة بارزة فيها من ضربة السكين من ضربة السكين بالزبط بالزبط رائع عمر يعطيك ألف عافية احنا جدا سعيدين عوجودك معنا لليوم لوحاتك عم تنباع محليا عم تنباع عالميا وعم تطلع لبرة عم تعكس صورة جدا رائعة يعطيك ألف عافية فخورين فيك وإن شاء الله هيك دايما من نجاح للنجاح شكرا يا إبراهيم وكاثي أنا كتير مبسوط أني موجود معكم وبهاي المؤسسة العريقة مؤسسة تلفزيون الأردن شكرا شكرا محفق دايما وأبدا